بسم الله الرحمن الرحيم منعطفات كثيرة تمر بها الثورة السلمية الإصلاحية التي انطلقت في 14 فبراير في كل منعطف من هذه المنعطفات يثبت شعب البحرين أنه شعب الوعي والصمود والوطنية والوحدة الإسلامية في كل منعطف يثبت هذا الشعب بأنه يستحق الديمقراطية الحقيقية اليوم ونحن في هذه المرحلة الهامة من نضال شعبنا نؤكد على تمسكنا بالإطار السلمي وبابعادنا عن العنف من أي جهة كان ونؤكد على الاستمرار في مختلف الوسائل السلمية من أجل الوصول إلى حقوقنا المشروعة البحرين وطن للجميع يحتاج أن يؤسس على أسس إنسانية وقانونية مستقرة في عالم اليوم من العدالة والمساواة وكون الشعب مصدرا للسلطات بعيدا عن الصيغة التي تنتقص من كرامة الإنسان ومن حقوق الإنسان البحريني كلنا ثقة بأن هذا الشعب الكريم قادر على الاستمرار وعلى الصمود وعلى إكمال هذه المسيرة حتى تزهر في البحرين دولة الحرية والكرامة والإنسانية التي تضلل جميع أبناء البحرين وتفتح أمامهم أبواب العمل من أجل البناء والتنمية لدولة حضارية حقيقية تحتطن جميع البحرينيين بدون قمع وبدون إقصاء وبدون تمييز وقل عملوا فسيرى الله عملكم الرسول هو المؤمنون